من أبهام رأس الإخبارية عبد الرحمن أسمير عبد الرحمن مساء الخير يعطيك العافية وودنا تعرفنا أكثر على هذه المنصة من المستفيد منها هل هم المواطنون ولا أنه هذه داخل الأمانات يعني شغل خاص بعمال النظاف نعم مساء الخير لك فيصل أيضا لمشاهدين الإخبارية الكرام تحية طيبة لكم جميعا بالتأكيد نتحدث حول هذه المنصة الرائعة جدا والتي تعتبر ضمن اهتمامات أمانة منطقة عسير والتي من خلالها تقدم الكثير من المبادرات المختلفة والتي تستهد من خلالها خدمة الجمهور كافة سواء على مستوى الجمهور الداخلي لمنشآت أمانة منطقة عسير ممثلة بالبلديات أو حتى أيضا على مستوى الجمهور الخارجي التي تسهل لهم خدمة البلاغات عن هذا الجانب بالتأكيد النتيجة النهاية هي الحفاظ على المشهد الحضري في منطقة عسير وحتى أيضا على مستوى المملكة كافة إذا ما تحدثنا حول هذا الجانب نتحدث عن اهتمام كبير من قبل أمانة منطقة عسير تجاه المحافظة على المشهد الحضري في منطقة عسير وخاصة أنها ذات إقبال كبير من الزوار وأيضا كثير من أهالي منطقة عسير الذين يتنزهون في مختلف المنتزهات اليوم هذه البادرة هي تضيف قالب مميز لخدمة المجتمع لخدمة البيئة في منطقة عسير للتحدث أكثر حول هذا الجانب أنا أصدف معي المهندس محمد بن سبران وهو مدير عام الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة عسير حقيقة الله مهندس اليوم جهود كبيرة تقدمها أمانة منطقة عسير ودي لو نتحدث عن هذه البادرة وهذه منصة أكثر أولا أمسي عليك وعلى سادة المشاهدين وأشكر للإستضافة طبعا المنصة الدكية لإدارة النفايات والرقابة على أعمال نظافة بأمانة منطقة عسير تعنى بمتابعة أعمال النظافة والرقابة على المقاولين الهدف منها الارتقاء بمستوى خدمات النظافة المقدمة أيضا بالنسبة للمشروع سيعمل على تقليل التكاليف التشغيلية اختصار الوقت لتنفيذ هذه الأعمال أيضا ضمن استراتيجية الأمانة في التحول الرقمي لأعمال الخدمات وتجويدها وجودة الخدمات المقدمة سنتحدث عن الخدمات المقدمة من خلال هذه البادرة إيش هي الخدمات التي تكون من خلال هذه المنصة؟ المنصة الدكية طبعا باختصار هي أتمتة أعمال النظافة والإشراف على عقود التشغيل والنظافة وعقود التشغيل والصيانة سيكون لها المبادرة في متابعة الناقلين والمقاولين لتتبع المركبات وأعمال النظافة كاملة في أبهى الحضرية كاملة وبإذن الله إن شاء الله ستكون هي انطلاقة لباقي بلديات ومحافظات المنطقة في حال توفر الاعتمادات اللازمة اليوم مهندس المقارنة هي جانب مهم كيف كنا قبل هذه المنصة وكيف سنكون بعد هذه المنصة؟ طبعا بعد الانتقال وتفعيل المنصة سيكون هناك تجويد في الخدمات اختصار في البلاغات الواردة من المواطنين اللي هم شركاءنا في هذه الخدمات بعد ربطها مع 940 من خدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى الوصول الوصولي للمواطن قبل أن يصلنا عن طريق 940 سؤالي الأخير على عجل اليوم دور الفرد معكم كأمانة منطقة عسير تجاه هذا الجانب نعتبر المواطن والمقيم شريك لأمانة منطقة عسير